أصبحت مرتعا لتنظيم القاعدة والميليشيات والعصابات الأصولية من كل أنحاء العالم هذا ما أجمعت عليه عدد من الصحف والقنوات والكتاب مشيرين إلى أن استمرار ظاهرة تدفق المتطرفين الأوروبيين إلى سوريا للقتال إلى جانب العصابات المسلحة يشكل قنبلة موقوتة بالنسبة لأوروبا لم يستفق العالم من الأخطار المحدقة بالمنطقة من جراء تسليح العصابات الإرهابية المسلحة في سوريا فعلى الرغم من توالي التحذيرات خاصة الأوروبية من ارتدادات تورط الإرهابيين الأجانب وتقديم السلاح لهم في سوريا على الأمن والسلم الدوليين وأمن أوروبا يتواصل الدعم الغربي لهم موقع التلفز النمساوية على شبكة الإنترنت قال إن المئات من الإرهابيين ما زالوا يتوجهون للقتال في سوريا وخاصة بعد إعلان حركة طالبان باكستان عن إرسالها إرهابيها للقتال فيها وكشف الموقع أن مرتزقة من أوز باكستان ودريكمانستان والشيشان إلى جانب مقاتلين من السعودية وتونس وليبيا والعراق ولبنان عبروا إلى سوريا عن طريق الأردن وتركيا موقع نوفينكي الإخباري تشيكي تقاطع أيضا مع موقع التلفز النمساوية في أن استمرار ظاهرة تدفق المتطرفين الأوروبيين إلى سوريا للقتال إلى جانب العصابات الإرهابية المسلحة يشكل قنبلة موقوتة بالنسبة لأوروبا لأن أغلبهم سيعودون إلى الدول التي أتوا منها وقال الموقع أن المخاوف كبيرة من عودة هؤلاء المتطرفين لأنهم سيحصلون ليس فقط على الخبرات القتالية وإنما أيضا على العزيمة لممارسة القتل ولفت الموقع تشيكي إلا أن تدفق المتطرفين الأوروبيين إلى سوريا يفوق بكثير المعدل الذي سجل لداجيل الشباب الذين توجهوا للقتال سابقا في أفغانستان واليمن والعراق والصومال في هذا الإطار اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية 12 صوماليا في أثناء محاولتهم التسلل بشكل غير شرعي إلى سوريا ومع استمرار تدفق الإرهابيين إلى سوريا بالتزامن مع محاولات أمريكا والغرب التدخل في سوريا تحت مسميات عدة كشف ديفيد ريتشاردز رئيس أركان الجيش البريطاني المنتهي خدمته بأن هناك خطة لتدخل بلاده عسكريا في سوريا زعما أن فرض منطقة حضر جوي فوق الأراضي السورية غير كاف من دون تدخل عسكري على الأرض ومقرا بأن عدم وجود إجماع دولي وتشتت المعارضة السورية يجعلاني من الصعب البحث عن حل عسكري للأزمة في سوريا